اشتركوا في القناة نجرب هذا المصباح لنرى إن كان يعمل هو يعمل وغير معطل لنجرب المصباح الثاني الصغير ونرى هل هو يعمل أو محترق كما تشاهدون هنا المصباح معطل ولا يشتغل يعني بدل رميه في سلة المهملات وشراء مصباح جديد لماذا لا تصلح وحدك في المنزل أحضر أداة حادة هنا لنقوم بإزالة الغطاء الخاص بهذا المصباح هي مصابيح اقتصادية محببة لدى العائلات لاقتصادها في استهلاك الطاقة وهي معمرة أيضا يعني تدوم لمدة طويلة نقوم بنزع هذا الغطاء لنرى ماذا يوجد في الداخل هنا نجد هذه المصابيح الصغيرة اللاد باللون الأصفر هي التي تشتغل وتعطينا الضوء هذه المصابيح اللاد الصغيرة إذن أحيانا تجدون نقطة سوداء فوق هذه المصابيح يعني إذا وجدت نقطة سوداء هنا معناه أنه هو ذلك المصباح المعطل وأحيانا في حالتنا مثل هذه لا نجد النقطة السوداء كيف نعرف من هو المصباح المعطل لنقوم بتصليحه هنا في هذه الحالة نحذر ملقط بهذا الشكل لنجرب من هو المصباح المحترق ثم نركب المصباح في الكهرباء الطريقة سهلة وبسيطة جدا أي شخص في المنزل يمكنه فعل هذا وتصليح هذا المصباح بدل رميه في سلة المهملات نقوم بعزل هذا اللاقط هنا الكهرباء هنا ضعيفة قليلا لا تشكل أي خطر ولكن من باب الاحتياط نقوم بعزل هذا الملقط لنجرب المصابيح هنا يجب توصيل الجهة اليمنى بالجهة اليسرى بهذا الملقط توصيلهما مع بعض بهذا الشكل لنجرب المصباح هنا لم تشتغل المصابيح الأخرى معناه أنه هذا سليم وغير معطل نجرب هنا هذا المصباح أيضا سليم وغير معطل نجرب هذا أيضا سليم وغير معطل نفس الشيء بالنسبة لهذا المصباح نجرب كل المصابيح هنا إخواني وجدنا هذا اشتعلت المصابيح الأخرى لما وصلنا بينهما اشتعلت باقي المصابيح معناه أنه هو المحترق وهو الذي قام بقطع التيار من الوصول إلى المصابيح الأخرى وبالتالي لا تشتغل ويصبح المصباح معطل هذا هو المصباح المحترق الذي قطع التيار عن باقي المصابيح نقوم بتقشير هذه الطبقة الصفراء بسكين حتى نصل إلى الطبقة الفضية أسفلها حين يحترق هذا المصباح اللاد يقوم بقطع التيار عن المصابيح الأخرى يحترق مصباح واحد فالمصابيح الأخرى كلها لا تشتغل ماذا نفعل هنا إخواني بعد تقشير هذه الطبقة نجد هنا هذه الطبقة الفضية في الأسفل نحضر سلك التلحيم وأدات التلحيم لنقوم بتلحيم هذه المنطقة يجب تلحيم هذه المنطقة جيدا إذا لم تكن لديك أدات التلحيم يمكنك تسخين مصمار أو سلك وتلحيمها بسلك التلحيم هنا تلحيم المنطقة جيدا سيصبح هذا المصباح الصغير هنا المعطل لا يعمل ولكن باقي المصابيح ستوصل التيار وستصبح تشتغل من جديد فالمصباح المحترق يقطع التيار عن باقي المصابيح الأخرى إذن بعد التلحيم جيدا هذا هو المصباح المحترق قمنا بتلحيمه سنجرب المصباح هل هو يعمل أو لا كما تشاهدون المصباح يشتغل بشكل عادي باقي المصابيح التي كانت لا تشتعل أصبحت تشتعل من جديد ولأننا صلحنا المصباح المعطل وقمنا بتلحيمه المصباح أصبح هنا يعمل من جديد يمكنك استعماله لأشهر أخرى إخواني بدل رميه في سلة المهملات نرجع الغطاء نجرب من جديد المصباح يعمل الطريقة تصلح لجميع المصابيح من هذا النوع سواء كبير أو صغير أرجو أن أكون قد أفدتكم في هذا الموضوع إخواني لا تنسونا بعمل اشتراك للقناة وجام وتعليق تحفيزي وتشجيعي إخواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته